التيرانزيستور هو عنصر أساسي في الإلكترونيات الحديثة يستخدم في العديد من التطبيقات يمكنه تكبير الطيار الكهربائي والتبديل والتضخيم وإطفاء نفسه ثم إعادة التشغيل آلاف المرات في ثواني كيف يعمل التيرانزيستور يمكن تشبيه عمل التيرانزيستور بصمام ماء كهربائي يتكون من ثلاث طبقات من شبه الموصلات الباعث تستخدم لإدخال طيار كهربائي صغير القاعدة تستخدم للتحكم في كمية الطيار الكهربائي الذي يتدفق من الباعث إلى المجمع المجمع يستخدم لإخراج طيار كهربائي أكبر بكثير من طيار الدخل وظائف التيرانزيستور الأساسية التكبير يمكن للتيرانزيستور تكبير الطيار الكهربائي أي أنه يمكنه تحويل طيار كهربائي صغير إلى طيار كهربائي أكبر بكثير التبديل يمكن للتيرانزيستور العمل كمفتاح كهربائي أي أنه يمكنه التحكم في تدفق الطيار الكهربائي من خلال تشغيله أو إيقافه التضخيم يمكن للتيرانزيستور تضخيم إشارات الصوت أو الفيديو هل يطفيء التيرانزيستور نفسه ثم يعيد التشغيل لا في المرات في ثواني؟ نعم، يمكن للتيرانزيستور إطفاء نفسه ثم إعادة التشغيل آلاف المرات في ثواني يستخدم هذا في العديد من التطبيقات مثل مقسمات التردد تستخدم التيرانزيستورات في مقسمات التردد لتقسيم تردد إشارة كهربائية إلى ترددات أصغر المولفون تستخدم التيرانزيستورات في المولفات لإنشاء إشارات كهربائية بترددات محددة وحدات المعالجة المركزية CPU تستخدم التيرانزيستورات في وحدات المعالجة المركزية CPU لأداء عمليات حسابية منطقية معقدة ترجمة نانسي قنقر